وليد التشكيل بقى على ضوء هذه القايمة تفتكي التشكيل بتاع منتخم مصر في هذه المواجهة هيكون ايه؟ تشكيل كيروش ولا تشكيل ايه؟ اللي أنا تمناه ولا توقعه؟ خلال تتمناه وتتوقعه الاتنين أنا متفق مع محمود انه هو الخلاف على لعب واحد هو التالت وسط الملعب لان الشناوي هيلعب عمر كمال الوينش عحمد عبد المنعم أحمد فتوح عمر السلية محمد النيني حمدي فاتحيدة اعتقد هيكون تشكيل كيروش وطبعا محمد صلاح تريزيجي ومصطفى محمد ده ده تشكيل كيروش أنا بس هيبقى اللي تمناه ان زيزو هو اللي يدخل تالت وسط الملعب على حساب النيني يعني أقرب النيني ويلعب حمدي فاتحي ورقم ستة ويبقى السلية وزيزو رقم تمانية السلية هيكون ليه أدوار دفاعية أكتر شوية وزيزو بيقدر يعمل الدورين فبالنسبة لي ده يمكن يكون التشكيل اللي يديك التوازن دفاعي وهجومي لو لعبنا بالتلاتة نني سلية حمدي فاتحي محتاجين يكون صلاح في فورميتو قوي وتريزيجي في فورميتو قوي ومصطفى محمد فورميتو قوي عشان يبقى لك وجود هجومي نحن أنا مش اختلف كتير مع كلام وليد أنا بس مشكلتي أو يعني الديبيت بتاع نص الملعب ده خليناها شتحولك سريعا كبه ليه؟ أو التلاتة المطلوبين في نص الملعب في أربعة تلاتة تلاتة مهمة قوي أن هما يكونوا الاتنين كمان لقدام اللعب الارتكاز يكونوا لعبة عندهم متوسط ما بين الدفاع والهجوم إزاي يخرجوا بالكرة من نص ملعبك ويزقك لقدام ببساطة وأنه هو يكون عنده أدوار دفاعي أنني والسلائي بقدمه أنني هو وجوده في النحاء اليمين دي هو لعب بيغطي مساحة كبيرة جدا من الملعب فكل المطلوب منه أنه هو يغطي في المساحة اللي في ظهر صباحه وأنني بيعمل كيه بشكل كويس جدا هل حمدي فاتحي بيقدم نفس الدور؟ لأ حمدي فاتحي هو لعب يلتحم وبيقطع كرات هل النني يقدر يقدر يقدم دور حمدي فاتحي؟ يقدر بس مش بنفس القوة فبالنسبة لي حمدي فاتحي بلا جدال هو لعب الارتكاز اللي قدام خط الدفاع بس اخد بالك أنه في معظم المباراة في كاس العام الأفريقية كان بيعمل وتشب من التلاتة يعني التلاتة يتحول أدوارهم لستة وتمانية كتير قوي في الأحيان حتى عامل سلائة أحيان كان بيلاعب ستة بس في وسط المباراة بالزبط حمدي فاتحي تتحول دوره من ستة لتمانية وها كذا ونن يعني التلاتة دايما عشان كده دايما كلوس كيهوش ما كانش بيميل ليه عبدالله السعيد أو بيميل ليه الأفشة في الكصة دي أنه أنا عايزك حتى لو هلعبك تمانية في لحظة من اللحظات تلعب دور ستة وستة دي مستحيل عبدالله السعيد وأفشة يعمل وده تفسير يا كريم بدون قطع كلامك تفسير عدم اهتمامه باختيار طريق حمل اللي انت بتقوله ده أن أنا محتاج التلاتة بتوع وسط الملعب يقدمه الدورين ستة وتمانية وقت ما أنا احتاج وعشرة كمان السلائة كان بيلعب عشرة في بعض الأول ده عملنا بقى مشكلة تانية إن احنا كل شكوتنا طول البطولة إن مفيش لعب وسط ياخدوا فرق أو يزققها القدار فمفيش حد بيعمل ده السلائة بيعملوا ولكن بيقدروا قليل النيني كل فترة على ما تشوفوا إنه كرة طويلة مظبوطة حمدي مش هتلاقي وحمدي مش بتاعته فده اللي كان عامل للمشكلة هنا بقى هيبدأ الدبيت أنا هاعمل ايه هاستيكتو زابلان وافضل زي ما أنا بحمدي والنيني والسلية واستنى إن أنا لعب الكرة الطويلة اللي بتخرج على صلاح اعتمد على المسحات اللي في ظهر ساليوسيس الظهير بتاع السنغال ولا هفكر وحط زيزو كلاعب وسط عال يمين هو متعاود اللعب جناح يمين بس هلا يكون الفترة اللي الموجودة دي ها فترة كافية إن زيزو يكون بالوعي الكافي إنه هو يقدر يقدم الدور ده في تسعين ديئة في مطشة مصيري أنا ما توقعش أنه ديئة حسين بس هو ده الدبيت اللي انت ممكن تتكلم فيه واللي دايما هتكون المشكلة أو اللي يكون كيلوش طريبها من لعبة الوسط لحظة بمتستنم الكرة ارفع عينك وجري اللي بيجري في المساحة شايفي التايات في نص الملعب لو هنختار النني مثلا وعمر السولاية أو النني وحمد فتح التالت يكون مين؟ كده كده عمر السولاية موجود وكده كده حن الفتح موجود الدبيت هو في الناحية مين ملعب على الناحية المين؟ هل هيفضل بالنني؟ والله يختار زيزو النني بيغطي جبسحة كبيرة جدا من الملعب ودايما خيار تمرير لزميله طيب أوه إنتو ديه بقى اختراحته زيزو ما حدش فيكو اخترح تريزيجيه أمار مرموش متعلق وتريزيجيه متعلق وتريزيجيه لعما لاعب في نص الملعب كانت في نص الملعب المباراة الوحيدة اللي لعبها في هزا المركز كانت في مباراة المنتخب النجيلي واخسرها ومقداش مباراة كبيرة كان لسه راجع من الإصابة ومقدمش مستوى كويس الآن تريزيجيه أون فاير في أعلى مستوى دي يمكن مع فريق والتركي باشاك شهير وبالتالي أنا ممكن أستفيد بمرموش المتعلق وتريزيجيه المتعلق ولاعب تريزيجيه تمانية ثلاثة نص الملعب بالنسبة الكيروش اللي أنت بتقوله ده يبقى ريسك ريسك دفاعي لأنك لو قررت أن أنت تطور الخطة هجومية وتلعب بالتالت اللي هو مش مدافع صريحة يعني بتقارن بين زيزو وتريزيجيه فبالنسبة الكيروش زيزو هيقدر يديله أدوار دفاعية أكتر من تريزيجيه تريزيجيه هيستغله كثالت فوسط الملعب وممكن يعمل التحويل اللي أنت بتقولها دي لو عايز يطور الهجوم فيخرج ثالت وينزل تريزيجيه من الجناح الشمال يحطه ثالت فوسط الملعب ويحط عمر مرموش جناح ممكن جدا ده يكون في أفكاره سيما قلت لك لو عايز يهاجل لكن لو عايز يلعب بالطريقة المتزنة في إما التلاتة نين سلية حمدي فاتحي يا إما تنين منهم مع زيزو ده اللي أنا متخيل أنه ممكن يكون بيفكر فيه طيب برضو سؤال تاني لما لعب عمر كمال عبداللوحي في كاسو عمر الوفريقية كان بديل اضطراري لأكرم توفيق بس هو مش في الأساس مركز زي العمل أه سعيح مع فيوتش هم بيلعب زي الأيمن بقاله فترة ده برضو مش مكانه الأساسي عندك واحد مكانه الأساسي عمر جابر ما تفكرش تلعبه أساسي أعتقد أن كروش هيفضل بنفس اللعيبة اللي كانت موجودة معاه اللي تعودت على الأجواء وحفظت طريقة اللعب اللي هو عايز يعملها ففرأيي إن بالنسبة كبيرة جدا هنشوف عمر كمال عبداللوحي عادي جدا في النركز ده وإن كمان عمر جابر ما كانش كمان في الحسابات هو كان الخاري الثالث ما بعد عمر كمال عبداللوحي ومحمد هاني ففرأيي لأ ما أعتقدش إن دي تحصل ما تعتقدش طيب السنغيل بقى هذي أو القائمة المديجة بالنجوم ما بلاش تجيب السيرة دي لا يعني بس أنا كنت بقول كده النهاردة في الانترو إحنا إيه على مداري التاريخ كنا بنلعب منتخبات بالشكل ده يعني القائمة دي من يتنسبة لي مش مفاجئة آه هي قائمة كبيرة ورائعة بحجم الفرة والأسماء اللي موجودة فيها بس إحنا لعيبنا كتير من 2006 ولقبل 2006 كنا بنلعب مع منتخبات مرعبة وننزل نعمل عليها مرعبة على مستوى الأسماء على مستوى الملعب كنا بنبقى أفضل كمان هي دايما مشكلة المنتخبات الأفريقية اللي فيها سوبر ستارز كتير هي كانت بتبقى مشكلة جماعية يعني طول لما احنا كنا بنكسب ونطفق على كوتيفوار والكاميرون وغانا ونيجيريا في عز مجدهم كانت المشكلة عندهم أن الجماعية ما كانتش على مستوى القدرات الفردية احنا كان عندنا الجماعية أعلى حتى لو أسماءنا الفردية مقارنة كل مركز بمركز أو لعب بلعب كانت بتميل لي مشكلة السنغال دلوقتي الحقيقة أن هم الحتة أو الجزء الهارموني أو الجزء الجماعي مشكلة محلولة بالنسبة لهم لأن أليو السيسي راجل معهم قالوا فترة نفس التشكيلة ونفس السكواد ده نفس السكواد وقايمة كاس الأمم الأفريقية وضف عليهم كمان يوسف سابالي ظهير ريال بتيس وبالتالي الناس دي بتلعب مع بعض من سنين حفظة طريقة اللعب حتى التبديلات بتاعت أليو السيسي محفوظة يعني اللعبة اللي بيستخدمهم بودلاء في مباراة بيتحطوا أساسيين والأساسيين بودلاء يعني في الآخر مشكلة المنتخبات الأفريقية محلولة عند السنغال أنت تقدر تتعامل معهم إزاي تقدر تتعامل معهم بشكل واقعي بقى ما تعتمدش أنه هو هينزل الملعب يقدم مستوى غير اللي أنت متوقعه منه لا السنغال هتلعب قورة وهتقدم مستوى عالي لكن أنت تقدر تشلهم فنيا في الملعب أنت تلعب ببساطة زي مكتاب القرى بيقول على مواطن قوتهم إيه مواطن قوتهم عندهم ظاهرين كويسين جدا محتاج الأجنحة بتاعتك تبقى في مستوى علشان لو حتى مش هنهددهم دفاعيا نفعل أقل نضمن عدم تقدم الظاهرين محتاجين نلعب زي ما لعبنا في جزء كبير من المباراة على ساديو ماني وده طبعا دور عمر كمال عبدالواحد بشكل كبير وإن مصلحتنا يمكن أن ساديو ماني وتمنى أنها تكون مشكلة بالنسبة له بقاله فترة ما بيلعبش جناح شمال مع ليفر بول من بعد كاس الأمم الأفريقية ودخول دياز إن بقى دياز هو الجناح الشمال الأساسي وساديو ماني بقى حيران كده في الملعب ما بين الرقم عشرة وحيانا كمان بيلعب جناح يمين وصلاح هو اللي بيدخل مهاجم فممكن يكون ده عامل إيجابي بالنسبة له طبعا أسماء تانية بقيمة نامبال اسماندي وإسماعيل أسهار وإدريسيا جانا جاي أسماء لو قدرت تتعامل معهم فرديا في أرض الملعب وقدرت تفصل الخطوط هيكون لك تواجد في المباراة غايفة ديوق في القائمة قائمة السناغال القائمة قوي جدا طبعا ولكن بالنسبة لي السناغال هو منتخب أنا عارف هو هي لعب إزاي يعني إحنا كلنا عارفين هو هي لعب إزاي مهمة أول أن تاخب من رئي أنت عملت فقوم أفريقيا وتبني عليه منتخب السناغال بكل وضوح أهم جابها عنده هالجابها الشمال مش بس عشان ساد يواني لعشان اللي بيحصل في الحتة دي دايما ساد يواني بيخرج من مكانه بيسحب نفسه ويدخل في المساحة الفاضية يدي مساحة الثالي وسيسي أنه هو يطير مع وجود إدريسيا جانا جاي بيقرب منه وفيعمله مثلث دايما المساحات دي بتفضى دايما هم بيقدروا يستغلوه لازم قوي يكون عمر كمال بإذن الله ومحمد عبد الميني يعمل لتنين وعيين جدا للجوزء دا رجوعه محمد النيني برضو معهم يكون كويس ما يدوش فرصة كمال لأن في وقتة من الأوقات بييجي راجل المهاجم يخش من القلب يدخل لحتة دي يعمل مشكلة فدي هي أكبر نقطة قوة الكلام دا وإحنا بنتكلم على اللي حصل في الطلوط أفريقيا طب لو أنت قفلت عليه من ناحة دي زي ما حصل مع دوركي نفسه هتكون بيروحوا ناحة اليمين بوناسور عند معناك كبير من لعب العرضيات بيستغلوا كورس سبتة كويس وده أكبر كبوس لأي حاجة اللي علاقة بما تعلق بمنتخب مصر أو بالأهلي أو بالزمان بأي فرق مصريات لما في كورس سبتة علينا دايما في قلق ودي مهم واحدة من أهم نقطة كورس منتخب السنغال تقدر أنت تعتمد على أنت أهم نقطة قوة عندك هي أكبر نقطة ضعف عندهم المساحات اللي بيسيبها ساليوسيس أولا وقصة أن عبدو ديالي هو لعيب مدافع أشوال رجل اليمين شبهة مش موجودة اللقطة اللي هيرب بيها واحدة محمد صلاح في النهائي ليقطع عليه وشطها وشالها من دي كانت عشان عدل لجوه وعبدو ديالي ما عايفش يتعامل برجل اليمين فساب صلاحي شوت فدي الحاجة اللي احنا لازم نعتمل عليها صلصية رقصة بتاعتهم دايما في مساحات وراها لازم تحاول تستغلها بالشكل ده وفي نفس الوقت لازم جدا يكون خطوطك كلها قريبة من بعض لأنهم ما بيدوش فرصة لأي حاجة خلص كل مساحة بيقدروا يستغلوها سواء من تحركات سادي واني يكون بلاي ميكر أو بتحركات رجل مهاجم بامبا ديانج الضفلوم كمان إسماعيل صار ما كانش موجود في أول بطولة وظهر في النهايات فكل دي نقطة قوة ممكنة جدا إنهم يقدروا يتعبون بيها أو عندهم نقطة قوة كتيرة أو هم بالأسماء هم الفريق الأقوى ولكن أنت تقدر تتعامل معهم تقدر تكون مركز في قمة تركيزك تقدر تعتمد على أهم نقطة قوة عندك اللي هي أكبر نقطة قوة عندهم ضعف عندهم هي محمد صلاح كمان لما دايماً بيحصل خلل دفعتهم أو دايماً بتقدر تلعب في ظهرهم بيفضم صحة كمان من الناحة التانية فهزي ما في دور لصلاح هم في دور لتريزي